السلام عليكم ورحمة الله نواصل الحديث عن Liquid-Liquid Extraction ونتكلم في هذه العجالة عن الparameters العوامل التي تؤثر على Liquid-Liquid Extraction نجملها في هذه النقاط اللي هي Solvent Selection طريقة التشغيل آلية التشغيل Mood of Operation نوع الجهاز التشغيل والDesign Criteria كل هذه العوامل تؤثر بصورة إيجابية أو سلبية على Liquid-Liquid Extraction سنتكلم عن كل هذه العوامل في هذه المحاضرات المسجلة نبدأ بالSolvent Selection أي نوع من المذيبات أستطيع أني أستخدمه في عملية Liquid-Liquid Extraction حقيقة إجابة هذا السؤال تعتمد على Affinity اللي هي إلفة Affinity إلفة السولفنت لسحب المنتج طيب هذه الإلفة كيف أتحكم بها You Can Not هذه الإلفة عبارة عن Chemical Structure هذه خاصية موجودة لهذا المركب لا نستطيع أن نخلقها أو نعدمها لكن هي It is a nature It is a chemical structure for the solvent هذه الخاصية هي ما نتعامل بها وهي التي تساعد لمعرفة أي أنواع المذيبات نستخدم هناك عامل مهم لابد النظر إليه عندما نتكلم عن اختيار السولفنت وهو Distribution Coefficient نعرفه على أنه نسبة السولفنت في الإكستراكت إلى نسبة السولفنت في الرافينيت إذا كان لدي Liquid Liquid Extraction حدثت عملية الفصل تحصلنا على الإكستراكت والرافينيت هذا الرافينيت يحتوي على الفيد منس البرودكت هنا لدينا السولفنت بلس ده برودكت في بعض الأحيان جزء من هذا السولفنت قد يختلط مع الرافينيت كل ما قلت هذه النسبة كل ما كان هذا إضافة لهذا السولفنت وهذا يعطي أفضلية للسولفنت السولفنت should not be missable لا ينبغي وده من شروط ال Liquid Liquid Extraction لا ينبغي للسولفنت أن يذوب إطلاقا في الفيد وإن ذاب ينبغي أن تكون هذه الزوبانية بنسبة ضئيلة للغاية من أجل كفاءة عملية الفصل النقطة الأخيرة الهامة للغاية أن يكون هناك سهولة في فصل السولفنت من الا Extract وإلا لن نستطيع أننا نتحصل على المنتج وكل اللي عملناه سنكون سحبنا المنتج من خليط ووضعناه في خليط آخر يصعب فصلهما فالمذيب لا بد لا بد لا بد أن يكون Easily Recovered يسهل فصله من الاكستراكت من أجل ضمان كفاءة عملية الفصل هناك خصائص أخرى لا بد أن تتوفر للسولفنت ينبغي أن يكون له Low Boiling Point حتى أنه يسهل فصله ينبغي أن يكون له كثافة منخفضة أو خلينا نجمع على أنه يكون الفرق في الكثافة كبير ما بين السولفنت وما بين الفيد لضمان كفاءة عملية الفصل في المحاضرة القادمة نواصل الشرح عن أهمية هذه النقاط لاختيار أفضل للسولفنت